وَلَقَدْ عَمْدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسْيَ وَنَمْ نَجِدْلَهُ حَسْنًا وَإِذْ قُلْنَا بِالْمَلَاءِكَ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلْا 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 إِسْهَبًا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِي مَا وَلَا تِعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَخْمَعُ فِي مَا وَلَا تَرْحَى فَوَسْنَسَ إِلَيْهِ الشَّيْقَانِ قال يا آدم من أدرك على شجرة الخند وملك لا نبدا فأكنا منها فبدتنهما سرآتهما وطفقا سجان عليه نام وربي الجميع وعصاءنا ربه كبرا ثم ارتباه ربه فتاد عليه وهدا قال الذكر من أجني عن بعضهم لبعض عدو فإما يأذنكم مني هدا فمن اتبع هدا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض على ذكري فإن له معيشة أرضاك ومن أعرض على ذكري فإن له معيشة أرضاك ونحشهه يوم القيامة أعمى ونحشه يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرت لي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيدها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيدها وكذلك اليوم تنزى وكذلك نجزي من أسرى وكذلك نجزي من أسرى ومن يؤمنوا بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقوا ترجمة نانسي قنقر